أخذك على نجوم التاسعة لدائماً هفضل أقول لك مراناً وتكراراً وده جد دي أهم وأكبر وأعمق مسابقة في اكتشاف المواهب في الغنى وفي الشعر وفي القصة القصيرة النجوم التاسعة يذهب لينقب في السبعة وعشرين محافظة ويطلب من الموهبين في السبعة وعشرين محافظة من أبعد كفر ونجع وعزبة إلى أكبر مدينة فيك يا مصر مليانين مواهب ابعت على الصفحة بتاعتنا التاسعة قدام حضرتك هي على الفيسبوك حضرتك هتبعت الموهبة بتاعتك اللي كنت بتغني هم دقيقتين غنى بعد إذن حضرتك في الفيديو وزبط نفسك كده وزبط الصوت وزبط يعني عايزك تزبط كل حاجة والصوت يبقى سالك كده وتشرب اليانسون وطيس تبقى حافظ غنوتك وتجربها مرة واثنين وتلاتة قبل ما تسجل في القصة القصيرة اكتب قصتك وبعتها لنا على اعمالها بي دي اف وبعتها لنا برضو بعد إذنك بخصوص الشعر بتاعك فاحنا أظن كنا طالبين تلات قطع شعرية أو تلات قصائد صح حضرتك بقى موهوب في شعر العمية أنا دايما أدعوك العمية فلسفة أولا أما العربية فهي التمكن العظيم في اللغة والبلاغة والروونة الشطارة وأنا واثق أن المصريين شطار لمرحلة ما بعد الشاطر يعني الشاطر دي حاجة صغيرة على المصريين